توأماني شقيقان لا تفصل بينهم الظروف العراق والاردن نحو نهج عملي يحقق الخطط والبرامج الاقتصادية والتنموية والامنية يؤكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الجدية في التعاون مع الاردن وترسيخ امن المنطقة زيارة وزير الاشغال العام والاسكان الاردني حيال كسب وعدد من مسؤولي الحكومة الاردنية والقطاع الخاص تأتي في توقيت وجدول زمني ضمن المشاريع والاتفاقيات الثنائية في مجالات التعاون كافة تعاون بدأ في الاطار الامنية والسياسي ضمن التعاون الثلاثي الذي ضم جمهورية مصر العربية ليتسع ويشمل الامن والاستقرار بمفهومه الاوسع الوفد الاردني جدد تأكيد المملكة على عمق اواصر التعاون والرغبة في تطوير المصالح المشتركة مع العراق يشمل التعاون العملي والفعلي قطاعات الاسكان والطاقة والصحة والتعليم والصناعة والتجارة والقطاع المصرفي والبرمجيات الحديثة والاشارة الى اهمية القطاع الخاص بين البلدين المجالات الاقتصادية والصحية والتعليمية ستخدم الشعبين العراقي والاردني سيما بعد الحديث عن توامة صناعية وتوقيع اتفاقية انشاء الغرفة الصناعية العراقية الاردنية المشتركة نهج شرع في بنائه مصطفى الكاظم منذ تصممه منصب رئاسة الحكومة ساعيا الى توطيذ العراق بمحيطه العربي وعلى مبدأ الكل يربح في اطار اعادة الاعمار للفرص والمشاريع وتهيئة بيئة استثمارية ناجحات في العراق على ان يكون بلدا واعدا بعد ان اصفت به اعوام من تجفيف منابي العلاقات المشتركة في المجالات كافة وبما يعيد للعراقيين متنفسا ينقذ حالهم الى حال افضل خطوط على كل الاتجاهات بين بغداد وعمان والقاهرة كذلك الخليج وتركيا ودول العالم المتقدم في احياء لمقدرات بلاد الرافدين مستقبل واعد بالبناء